اشتركوا في القناة منظمة وطنية لها فرع بلدي نشط وأي ما نشاط هذه المنظمة هي الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات فرع مكتب بلدي ترقيبة سوف نتحدث عن دول المرأة الاجتماعي والثقافي والخدمات التي تقدمها أو يقدم هذا المكتب لبلدي ترقيبة ربما ملأت دنياه الأفاق وأصبح معروف لدى القاسي والداني كل يتحدث عن مكتب اتحاد نساء الجزائريات مكتب بلدي لما له من نشاط متنوع وكثيف على دوام السنة تشرف اليوم برئيسة المكتب حياة الزغدي أهلا وسهلا بك شكرا ربي حفظك ان شاء الله أيضا ومع نائبتها عطية خولة أهلا وسهلا بك أيضا شكرا شكرا ربي بارك فيك عندما نتحدث عن الاتحاد النسائي منظمة وطنية كباقي المنظمات الأخرى معروف بمساهمته الفعالة في الرقيب المرأة الجزائرية في كل المجسويات المتعلقة بالتعليم بالصحة بالدور الاجتماعي والنشاط الثقافي ولكن أن تكون فرع بلدي بهذا الحجم وبهذا النشاط وبهذه الفعالية ربما تجاوز حتى حدود البلدية إلى مناطق أخرى والشيء الجميل أن هذا المكتب ارتق إلى تنفيذ جندة ومشروع وزارة المجاهدين التي تشرف عليه الوزيرة كريتو بادي أني بدأ أتشرف بكم من جديد وأنت الأمينة المكتب البلدي حياة زردي لو تحثينها في البداية أو تعرفين بهذا المكتب ودوره ونشاطه وحركيتي على المستوى رقعة جغرافة بلدي ترقيبة المترامية الأطراف تفضلي بسم الله وكفاء والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله مصابيح الدجا أخي الإعلامي أختي الفاضلة إخوتي أخواتي المشاهدين لكم منا تحية عربية إسلامية ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ها قد شاءت الأقدار أن تجمع شملنا في هذه الصبيحة المباركة لا لشيء التقينا إلا إلى جانب المرأة الاتحاد الوطني لنساء الجزائريات مكتب بلدية ترقيبة يعمل جاهداً للمرأة إلى الرقي في شتى المجالات المرأة عندما نقول المرأة أولاً وقبل كل شيء نحمد الله عز وجل الذي أعطى مكان للمرأة الإسلام أعطى مكان لها ورفع شأنها وقدرها ولقوله صلى الله عليه وسلم واستوصوا بالنساء خيراً ومن هذا المنطلق المرأة هي الأخت هي الأم هي الزوجة هي الجد بل هي عنوان المجتمع بل هي المجتمع ككله في بعض الأحيان نقول المرأة سانعة هذا العالم لولا المرأة مكان هذا المجتمع ومن ثم الاتحاد الوطني لنساء الجزائريات مكتب الولائي بولاية الواد الأمينة الولائية تحت إشرافها نازيها كير التي تساندنا في هذا المكتب وتشجعنا بنشاطاتنا المتنوعة نضيف كذلك بهذا المكتب في بلدية أرقب يعمل جاهداً في شتى الميادين وخصوصاً الاجتماعية وفي مجال التعليم في مجال الطفل في أنواع متعددة من النشاطات وكذلك نشكرك مجدداً أخي الإعلامي الذي أعطيتنا فرصة هذا اليوم لتحفيزنا أكثر وللدعم أكثر كما لا يفوجني أن أشكر كذلك قناة التحرير لساندتها ووقفها مع المرأة السوفية وبمنطقة بلدية أرقب بالذات جميل جداً أيضاً الأستاذة أخولة وأنت النائبة أيضاً لو تحدثين أيضاً عن هذا المكتب ونشاطه ودوره الفعال على المستوى هذه البلدية تكملة إلى كلام رئيسة المكتب بوركت أستاذة بالنسبة لهذا المكتب لقى عنصر جاذبية جاذبية في الأوان الأخيرة وذلك لدوره الفعال والنشاطات التي يراه يقوم بها على مستويات أصناف أفراد المجتمع يعني لو لا المساندات وبجهات والتحركات لما كانت عنده هذه الجاذبية وهذه النظرة الثاقبة كما نقول الحمد لله معناها كما يعني أي مجال يعني صنفنا له ووجهنا ودخلنا له نقينا في صعوبات مش ما نقوله شي صعوبات بصح كانت الوجهية كانت يعني إيجابية وكانت الحمد لله الأولاد يعني الأستاذة زقدي كانت يعني واجهت بما يكفي معناها وكانت في أغلب الأحيان كانت توحدة كما نقوله حنا وصح الحمد لله لو لا يعني إصرارها وقوتها وشخصيتها ما كانت في وصلة لهذه المرحة وكذلك يعني خلت المجتمع وخلت المرأة وخلت طورتها من جميع النواحي جميل جدا أعود إليك رئيسة المكتب حياة زادي الآن حدثيني بالتفصيل عن النشاط الحقيقي والفعلي لهذا المكتب المتنوع وأنا أعلم لأنه متنوع بين السحة وبين التعليم وبين المرأة الرفية عدة نشاطات أعتقد المكتب القيم بأعباء كبيرة في هذا الجانب حدثيني عن أهم النشاطات الكبرى التي تقومون بها معلش أستاذ قبل أن نرحل إلى جانب النشاطات نقول المرأة المرأة السوفية على بانة بين قوسي ري محافظة وإحنا كالضد حتى يقول لك مثلا المرأة معناها ما تنشطش ولا حاجة إحنا لن ضد ما معناها متقبلوا أي نقد بنا ولا أي حاجة بابنا مفتوح للجميع ولكن إحنا غيرين على المرأة ببندي ترقيبة نحاول وندمجوها في جميع النشاطات خصوصا نرحل بكم إلى جانب الصحي مرينا أول نقطة في كوفي 19 جائحة كورونا اتصلنا طبعا بتنسيق مع المؤسسة الجوارية المستشفى بمكلف محمد صوالح معناها دلنا لطلب دموند معناها المرأة حاب تلقيه لجرها الأولى ولقينا معناها بعض الصعوبات معناها مش تقنعي مرأة وتدير معناها فاكسان لأول مرة وتقول لك واحدا خاف بشكل أنفس ورغم ذلك الحمد لله رب العالمين وكان الأستاذ سيد محمد صوالح قام بتسهيل فريق الطبي وكان جابنا ممرضات وحوالي ما يقارب تقريبا مئة مرأة وكانت من ضمن أحياء مجاورة وكذلك قمنا باستكمال الجرعة الأولى الجرعة الثانية ومن ثم كذلك قمنا في يوم ربعة سبتمبر تكريم الجيش الأبيض الذي أعطانا بصمة للمرأة في الجانب الصحي قمنا بتكريمهم وكذلك عدنا في نقطة أخرى في الجانب الصحي عدنا مركز الأسماء للتدليك والحجامة المرأة معناها متطوعة معنا في المكتب تقوم بالحجامة النسائية تقوم بالتجميل للمرأة متطوعة متطوعة مش المرأة بصيفة عامة ولكن الموزين اللي منعتهم الظروف ديكستيرا هذه أثماء بن مبارك كان معناها عاتتنا اليد المساعدة نرحل بكم إلى جانب الاجتماعي قمنا في تعطيني قبل كل شيء أكيد خاصة في حملتك فيتو أنا نعرف كانت مشاكل كبيرة وعقبات رهيبة جدا كيفاش ساعت مرأة في بلدية أو المكتب بتاعكم مش بدت كل هذه المخاوف لابد أن هناك صعوبات كبيرة تعرضتوها كيفاش جنتوا لهذه الحملة ربما عجز عليها حتى ولات أخرى خاصة في إقناع الناس بقضية التطعيم أو البكسان نحن قبل كل شيء إلى جانب الوعي الوعي إلى المرأة لقابلية معناها إلى المرأة تقبلت فكرة أكيد معناها مش تقتنع وبالتالي معناها بس تنسى الجنم وتتقبل معناها للجرعة معناها بشق الأنفس مالينا حتى في الديارة مع الأخت كانوا واحدين نروح لهم حتى في ديارهم نقنعوهم معناها راكم مسؤولين عن المحيط نقنعوهم معناها في اليد المواجهة بل الحرب ضد الكورونا تبذى من النساء والمرأة معناها إذا استقبلت معناها حتى الأسرة ككل نعم بس هي العضو الفعال نعم هي العضو المحرك للأسرة صحيح والحمدني معناها بشق الأنفس ماشي بالسهلة وكنا في التخوف والدرجة تقول لك واحدة كنت تجرى لي حاجرك أنت سبب وتقبلنا انقاجينا طبعاً بالمساهمة الفريق الطبي هم اللي حفزونا واللي عطونا اليد المساعدة وثاني وسخرونا نساء معناها ممرضات نعم وأنتم كنتم في بلية ترقبة معروفة واسعة معناها من حمرايا أو دائرة ترقبة من حمرايا دائرة ترقبة نعم كيفاش استعملتوا الوسائل للنقهة كثير معناها جوانب كبيرة معناها وجمعية ربما تفتقد إلى مدخيل وتفتقد إلى الجنب المادي في هذا الجنب أكيد الشيخ نسرح من هذا المنبر معناها ما عندناش مدخيل نعم مدخيل إلا في حالات نقوله مستثنية معناها نقوله احنا في الحقيبة المدرسية أو بمنسبة الدخول الاجتماعي أو في قفة رمضان كين محسينين معناها مش بالضرورة احنا مش يعطونا مدخيل حتى نديروا مثلاً قائمة اسمية أهه للحالات الأرامل والمعوزات بنا نحنا نقوله وساطة بينهم بين رجال الأعمال جميل معناه الميثونين للحال أو تأتينا قفة بمش بليا بالكثرة ولكن عدد ما تيسره ومن هذا المنبر معنا نشكر رجال الأعمال اللي كانوا مساهمين خصوصاً في قفة رمضان وخصوصاً للمرأة الريفية مناطق ذلك. جميل جدا. لأخذت خولة. هذا النجاح لحق هذا المكتب. أكيد هناك مجهودات وعرقيل وعقبات. استطعتها مش تتخطوها على مستوىكم أنتم كمكتب. لو تحدثيني عن هذا النجاح وهذا النجاح البهر الحق في المكتب هذا في تقطية البلدية ككامل الجانب التعليمي. ربما المرء الريفية كثير من الأعمال كيفش استعطمش تحق وجودكم أنتم كنسوة في هذه القرية بالدرجة الأولى وفي هذه البلدية العزيزة علينا. هذا الجانب كان عندنا جانب هو جانب مهم وهو جانب الإسرار يعني نمشي مجال ما مهما كانت يعني حسب الموقف يعني تطيح الصدفة يعني كنكون عندنا هدف ما لازمنا نصلوله مهما كانت نوجهت هذه الإعاقات والمعاقات وكانت الوسائل وكانت الماديات كانت لدينا صعوبات يازل للدرجة أنه إنسان يعني يهمل شيء مقابل شيء آخر معنا خدمة ما هك. ربما أردت وقول كيف تحقق المرأة ذاتها ونشاطها وربما أهدافها تحققها في شيء عجز عنه الرجال. فعلا نعم ونحن نظرت نحن كمجتمع سوفي بصفة عامة نظرت نقاس يشوف المرأة دائما أقل الرطبة من الرجل في عدة جواب فما بالك بالعامل الجمعوي والحركي. مثبتات كينا وعقات كينا. حثيني عن هذا الجانب ومهم جدا هذا حتى تكون قدوة لكثير من النساء الأخريات. كنا يعني كما أنا وزميلتي أستاذة زغبي كنا دايما يعني ديما يعني ديما نقولها يعني يروحوا منا وكذاش معناه ما نخليش الإحباطات والسحبيات يعني تواجهنا ولا تكون ضدنا لا نقولها هيا نتعاون وهيا كذاش راح يسهل نتكلوا على الله أكيد هذه الأوبوية وبعدها نمشوا في أي مجال معناها والحمد لله لقينا تعاون مجموعة النساء يعني يعاونونا مشينا وحدنا بس صح كانت عدم قابلية لو لا يعني ما شافوا شافوا منا يعني جوانب ملاحة شافونا إنه كما نقول وإحنا محلة ثاقة وهذا أهم شيء وهذا أهم شيء إنكوا زرعتوا الثيقة نعم يعني زرعنا زرعت الأستاذة زرعت الثيقة في مجموعات أو تكون في المحيط الخارجي أو تكون عبر المؤسسات حتى نقول إحنا سلطات المحلية عطينا يد المساعدة وفتحينا أبوابهم نعم كل هيئات أي إدارة بش نقصدها المؤسسة أنا كتل يد العول للمرأة تهتم بالمرأة كانت صلاة كما صدر حنون للفتاة والأم والجارة والصاحبة كانت يعني معناها ما هي شيء كانت أي أي الاحتياج كانت لبيه وذلك كانوا متعاونين مع بعضانا والحمد لله معنا هذا الشيء يعني كانت عندها ما هي جانب هذي الاحتياج كان أي شخص يحتاجها كان يعني كان مهما كان كان تلبي له احتياج ولو أنه كانت شوي يعني على على حسابه على كتابه بالصح الحمد لله يعني في الحاجة هذي ري مليحة فيها ياسر الإصرار عندنا عندنا تحدي مليحة فيها معناك نديره هدف مناها بإذن الله برب إن شاء الله نصلوا له إذن عندكم رسم أهداف فقط أكيد أكيد ولولا تعاون منها اللي وصنا عليه تضافر الجهود طبعا وحدنا رامشنا نقدم معناها حتى بالمرأة في البيت سواء العاملة أو ما كذا في البيت كانت تضافر الجهود كان مدخلات كينا معنا حتى في اجتماعاتنا عادين اجتماعات تنصيقية معناها وشان دول الأهداف كينا تحفيزيات من طرف المكتب سلوب الإقناع هذا لي دور كذلك يعني تخلنا في مجالات يعني نقولك لا لا ما تبصيش ما تروحش بنتي يقول كذلك بالصحة تحدين كنت تتعامل مع خبراء اجتماعيين خبراء نفسانيين خبراء ربما راكم تتحركوا على علم وعلى معرفة على سبحان الله الشيخ عدنا مراجع تقدر تقول فضل تقدر تقول مراجع الشيخ لأن أي خطوة مثلا في جانب الديني نحنا ما نخشوش ننقاج وفي حاجة في الدين لأن الله مع الكامل كامل ربي دائما مرأة ما نقوله ناقص يا ناقص دين وعاقل معنا في الجانب الديني دائما نسعى إلى معتمد لأئمة بدارة ترقيبة من مصطفى قديري أول إمام مثل إمام علي ثاني كذلك ومنير زقب الجوانب الدينية هم الليقين فيها معناها تحفيز أنا في أي حاجة كذلك الجانب الاقتصادي عندنا كذلك الدكتور علي قبوسة معناها دائما نشجع المرأة في جانب الاقتصادي في أي شيء معناها في أنا أبدو بما أنك تتحثي عن أي أمه وأساذ الجمعيين من الفاعلية قوية جدا لديكم لو تحثيني على المساهمات الأخرى راكم تساهم فيها إلى جانب الصحة الآن أكيد أنتم ورقي كنت تتكلمي الآن أنا حتى المجال الديني دخلته وشجعته حتى التعليم القرآني نعم حثيني على هذه التجربة الرائدة حقيقة جمعية أو منظمة راية تقوم بتوشيء التعليم وربما تشجيع التعليم القرآني في المداشر وفي القرآة في الجانب الديني أنا نقوله نقوله بتسير من الله عز وجل قسمينها في جانب الديني جانب اجتماعي جانب معناها في كل محطة نقدر نقوله إحنا كل مستحق من الزهر يعني حسب الموسم رمضان وهكي نوشو محطات معنا محطات كما قالت لك الأخذ معنا في جانب نحن نقوله الديني نحن نروح لشهر شهر عدنا محطة الأولى في شهر رمضان الكريم معناها عدنا مصابقة في رمضان الكريم بالقسيمة طبعا الفئة البنات والذكور من سن 12 مصابقة دينية في قرآن الكريم وشهر الفضيل وكذلك مصابقة في أحسن ترتيل للبنات سنف البنات طبعا دائما نحن نخصه سنف البنات وكذلك أحسن مؤذن صغير درناها في رمضان الفارط وكذلك كرمنا وتزامنا مع ليلة القدر كذلك درنا أحسن كلمة أحسن كلمة إلى معناها ليلة القدر وتم الاحتفال بليلة القدر وكذلك كما قالت الأخت معناها بدل من الشم العصفورين بحجر نقوله درنا الحافظات الكتاب الله عز وجل كرمناهم معلمة القرآن كذلك لأن كلنا اهتموا بجانب التعليم للمرأة وكذلك محو الأمية متطوعة معناها كانت متطوعة عندنا معناها بدون مقابل كذلك حتى شجعناها وكرمناها كذلك نرحل كما قالت الأخت إلى جانب التوعية نحن نقول الثقافة الإسلامية ويمهم جدا الجانب التوعية لأن الجانب التوعية هذا للمرأة لابد أن تواكبها التوعية نحن نقول غذاء الروح نحن دائما نفتقر المرأة إلى من توجيهات ربانية تحتاجها المرأة استدعينا الأستاذ في شريعة أستاذ ينبعي رضوان في رمضان الكريم أعطانا معناها قيمة المرأة في الإسلام معنا ربنا محرر المرأة دورها في الإسلام قيمتها وبالتالي قيمة المرأة في الإسلام ترجع طبعا على الأسرة والمجتمع ككل والوطن ككل معناها إذا صلحت المرأة معناها يتصلح الوطن ككل للأبعاد مستقبلية معناها دلنا المحاضرة هذي وينوكت متفاعلة وكتحضور الأخوات ما شاء الله وتبارك الله معنا حضور مشرب بالنسبة لنا من بعض الأحياء كذلك نشجع أي جانب معناها القرآن الكريم كذلك عندنا في مناطق الظل النساء من منطقة الظل عندنا منطقة ذهبة استدعونا معناها النساء ودعونا إجتماع أحبين معناها القرآن الكريم في القرآن الكريم ومعناها نايا كي روحت في زيارة أولا رحنا في حملة تحسيسية مع الأستاذ نجاد بالعروسي كانت عبر الأحياء في بلدي ترقيب عن مرض السلياك ولاش نحييها من هذا القرآن كي رحنا الذهبة شفت الأخوات قالك إحنا معناها المدرسة تفرغوا ذرنا ما عندناش مدرسة بشي قروا الذر وما عندناش بلاصة اضطرينا معناها كينا واحد الأخ مطوع عبد الفتاح علي قال نقرر القرآن الكريم مع إن حتى وسائل النقل مع دومة تصنى معتمد الأئمة وعطانا الانطلاقة وكان حاضر معنا ودرنا فوج في ذهبة للقرآن الكريم وتومنا المرم في عطلة وش راح نقول لك الشيخ معناها هذه محطات دائما نشجع عن كتاب الله كذلك معناها هذا أستاذ مونير زغب ثاني يعطينا يد العون والمساعدة نعم وكل حاجة كما يقاوض طرينا معناها حتى مش بالضرورة إحنا بش نحضره إلى تكريم أو حاجة صحيح حتى من ينوبنا مثلا في جمعية المسجد وعلا معناها في حاجة تكون تمس المحيط في سورته في الجانب القرآني أو الديني أو تعليمي ككل طرينا معناها جمعية المسجد اللي قامت بتكريمه يا شيخ وطبعا دائما نقول لك بجانب الديني نرجع إلى معتمد الأئمة بداية ترقبة كذلك في الجانب الاقتصادي أنا قلنا الشيخ علي قابوزة كذلك روح الجانب النفسي عدنا سميحة عطية بالخبنة حتى هي مستشارة نفسية دائما معناها في الحواجل النفسية أو في الطفل أو في المرأة تخرج معكم أفوالا أو في ندوات مع بعضانا والله حاجة كلمة توجهية استشارة معنا للطفل في هذه المجالات جميل جدا أعود إليك خولة في قضية نحن نعرف بلدي ترقبة هي ثاني تجمع سكاني بعد البلدية الأم الوادي 80 ألف ساكن أو أكثر هذه الرقعة الواسعة هي ذكرة نقطة مهمة جدا في قضية الوعي الوعي لابد تكون فيه تجنيد أكثر وتكون فيه ربما حركية أكثر كيف استطعتم شكله وعي بضرورة عمل مجددا من إخلاج المرأة والمراة الرفية من عزلتها وإندماجها في المجتمع وربما توعيتها عن طريق التعليم حدثين يعني هذه النقطة المهمة التي يرتكز عليها أي عمل آخر كانت في قضية التعليم كانت الواجهة كنا يعني كشغل الإنسان اللي ما يحوزش على روح نحوز عليه كان نشوفه عنصر مناع عدتكم مبادرات هذا الشحاب كان نشوفه عنصر مناع مرأة معناها مش لاقي مساعدة ولا لقاء الشغل مش تقصد حاجة وميشي معناها معدها حتى نظرية إنها مش متعلمة والأخر معناه مش تروح إطار بلدية تخرج ورقة والأخر كنا نوجهه يعني نقولوا له هايوين وهيوين كانت تكون عندها مثلا حرفة ولا الأخر مش تخدم يعني كنا نديره في نشاطة حرفيين خياطة يعني أي حاجة قابلية يكون عنصر معناه في مرأة تكون جاهلة أو متعلمة كنا توجيه وهذا ربو معناها الإدارة من المعنى وش نقول وإحنا المرأة بنوعين المرأة المكثة في البيت هذا يسموه عمل جواري إنك تقربوا لهم كل شيء الإدارة نحاول نقربوها بينه وبين المرأة لأن علاش الشيخ معناها المرأة المكثة في البيت أو المرأة المتحررة نحن نقول المرأة المتحررة أخلاص وإحنا رانا علاش رانا متوجدين للمرأة المكثة في البيت نخدم معها نعطوها قيمة أكثر لأنها عدها معاناة عدها طلبات نحن نقول تحتاج إلى الدعم نعم تحتاج إلى الإعانة ربما هي في عزلة ذات وانت بحب أن تكسر عزلة هذه نحن نحن نحاول نلبو النداء نتاح نحن نحاول أن يسروا لها طرق الإدارة وطرق معنا بش تصل الإدارة الجيها حاجة هينة وسهلة ومن ثم اندماجها بالواقع وعنا تحرر المرأة وبالتالي تكون عندها نشاط اقتصادي لما لا تكون حتى اجتماعي كيفاش تكون في النشاط الاقتصادي والاجتماعي؟ أعطيني نماذج في دعمها اقتصادي والاجتماعي مثلا؟ المرأة نحب ندعمها كما تقول أنت معناها هي تكون عندها مواهبة وعدها يد حرافية طاقة طاقة لحظة الشيخ تكون عندها معناها رغبة لأن المرأة معناها بصعوبة بشقة الأنفس الواعي معناها التدرجين والحمد لله رب العالمين من هذا المنبر نحترم نساء بلدي ترقيبه بابنا مفتوح لأي باب لأي حاجة بحسن استضافة والاستقبال نروح الشيخ للجانب الاقتصادي مثلا كالجانب الاقتصادي احنا واش نلاحظنا لأول مرة ونروح ونحطه محطة شيخ بين قوسين للمرأة الريفية كيفاش اكتشفنا الجانب الاقتصادي؟ المرأة الريفية في أول مرة رحنا للوناف نوفمبر كان الإيد الحرافي رحنا لمنطقة ذهبة وكاينة مرأة حرافية معناه واش نقول للمرأة حرافية تمارس صناعات التقليدية أيوه جميل معناه صناعات التقليدية في شو؟ في الحولي في خياطة الحولي في الزرابي في القشابية في صناعات التقليدية رحنا نفتقروا لهالوقت الحالي رحنا نحافظ على المنتوج والثقافة المحلي نقدر نقول المحلي اللي رحنا نقريب باش نفقده وتقوم مصدر داخل في نفس الوقت هايوه من ثم كيرو احنا نكرم فيها الشيخ هذه التفاتة ذكية جدا رحنا نكرم فيها وظيف الى هذا وظيف الى ذلك الشيخ معناه وقوفها جنبا الى جنب زوجها في ماذا سؤال؟ في ماذا؟ في المرأة هذي تعاون في زوجها تعدم التمور في حش الأكيس في التمور وتصنع معناها في ورق الصنوبرة والزيتون معناها أطباق معناها يد حريفية ما شاء الله من خلال المرأة الاقتصاد المادة الطبيعية لعدها معناها مفجة متوفرة نحن نقول تراث المحافظ معناها المرأة السوفية وبشكل أنفس اليد العاملة اليد العاملة معناها مشي بسهولة وأعتقد أن المرأة الرفية منتجة أيضا في الفلاحة وكذلك نعم جانب الفلاحة تدريجية نقطة نقطة أيوة بس المنتوج الفلاحية هذا كي المرأة كيفاش احنا كنتكتشفناها كنحنا لا قتلها غالبا نيادتنا صدر حب ومعناها قلتنا تفضلوا جينا ذكرمناها مع حضور بعض الأخوات ومعناها نعم مرأة تكون محو الأمية طالب العلم يزيدنا شرفا نعم مرأة تصارع البقاء نعم مرأة كنقول ريفية معناها رأي كل المصارع مجاهدة نعم ونشطة وحيوية نعم ويدة هاملة قلتنا معناها لازمتني شهادة مش تتحصل معناها أعلاف مش تتحصل أعلاف نقول إحنا دعم مبعد شوف الدعم معناها في الألات الماشية نقول القرض المصارع مع الأخوات الشيخ مش نحتي كي يسلسل لني قرض مسلسلة فلا كيف معناها الحوار معهم على طلب الأخوات كيف كيف اكتشفنا معناها عدة فلسوف واحدة في في المناسج نقول إحنا سوفية لنفتقرونها لكي تتغيب عن الرؤية معاش مش تشوف منسج بنادينا في بحث حالة النقطة قلت لك نتعلم بش نعرف مش نهز روحي والروح نعرف ونرايح وانش الروح من ثم معناها كي تقبلت سيدة تقبلت قتعطوني معناها الدعم وش حسينة إحنا حسينة نزيدو نحاودوها اليد المساعدة المرأة تولي إذا منتوج محلي منتوج استناحي وبالتالي المرأة مشاركتها تصبح تصبح مؤهلة يد عاملة وتكون عدها مدخيل في بيتها جميل إحنا بش بالضرورة بش نخرج لنساء ولا بضرورة تكون في بيتها من ثم معناها وحتى لنساج دعم القروض المستقرة عطيتنا للمكتب كي تقولي انت وش المراجع انتاكم عطت الالتفات وعطتنا عاطية للمرأة في بلدة ترقيبة كل الأذان الصغية والمرأة من ثم معناها طلبنا من مدير التكوين المهني شادو بالقاسمي الشيخ تونسي محمد الطاهر حكينانا على الوضعية وروحنا في زيارة في اجتماع قال لنا نورمال احنا بالعكس هذا تشرفني وتفضلوا يد المساعدة وكنا اليد في اليد معناها ويش استطعتوا مش تكيفوا مرأة ريفية وتعطوها شهادة وتأهلوها مش تكون عاملة إلى معنا مصر دخل رزق اللي جانب زوجيها علمتوها دلتو لها محو أمي شهادة لا تعطى هكذا يعني معك شخ تعليم عن بعد مثلاً أو بالمراسلة حثونا وحتى المستويات كي المرأة العزوز ربما شابة مزيت ريفية معناها في وسط ريفية لأن هناك مستويات وليس متعلمة نعم ترضي من ثم الشيخاني جيتها قلت لك نقطة نقطة كي رحنا للتكوين المهني عدد ما شاء الله تبارك الله أنا كي نقول المرأة الريفية زيدنوا فخراً واعتزاز مرأة في ريفية وتحب التعليم والتربص المهني مش حاجة سهلة شيخ واستعملنا حافلة معناها حافلتين لمركز تكوين المهني وكان بحضور المدير التكوين المهني والبيداغوجي معنا وتم الحوار كما قلت لك المرأة الريفية هل يترى المرأة تقرى في مركز التكوين المهني أم عن بعد أكيد نحن الآن المعيقات لأن 14 كيلو من منطقة الذهب إلى التكوين المهني 40 كيلو والكاين أو 4 وكانen صغرون المركز ولو الغيرين ما زلنا بالأخذ والعطاء لأن منطقة الذهب كذلك لا تقرأني مركز ولا تقرأني حاجة لا تقرأني على المركز لا تقرأني حاجة المترجم للقناة 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 بالمترجم للقناة المترجم للقناة عندما تملك تصبح هذه الطاقة تعوله يعني كما تنظيف الحي بالنسبة لحي الجامعة من منبر هذا كان مبادرة الشيخ قاموا بها شباب أولاد جامعة حي النصر وحي الازدهار بتنظيف وتزيين المحيط كان عرس الجماعي في الـ 12 مارس قاموا بتوحيد اللون الموحد وتزيين المحيط وذلك بنقل أتريب معناه تزيين المحيط في بلدي ترقبة ومعناه في العرس الجماعي تقريبا حوالي ثمانية عرسان وكانت الانطلاقة في الـ 12 مارس وأعطوا محلة جديدة لذلك الحي معناه في حي اجتماعي وبعد قمشي مبادرة وخلاص بجهاد معناه بتكاتف الجهود وكان رئيس الحملة تاح بشير زغب رئيس الحي معناه أعطوا بصمة قوية وبالتالي قمنا معناها بمداخلة مع معتمد الأئمة بدائرة ترقبة كذلك شؤون الدينية مصطفى قديري وكذلك الكشافة محفوظ قداش هبا سيد عبد الكريم بريك ودائما معنا الكشافة حتى هي مرجع ودائما حضرت فيها حتى كل السلطات المحلية وسيط الجمهورية مفاتش الأئمة معناها رفقونا ككل وذلك لتشجيع هذه المبادرة الطيبة وتمناها إن شاء الله عبر الأحياء المنطقة ككل عمل بهذا النشاط وبهذه الكثافة ما هي علاقتكم بالمؤسسات الأخرى من حيث التوأم من حيث الشركات من حيث العمل المشاركة مع الكشافة الإسلامية مع كثير المؤسسات الشباب والرياضة قطاع الصحة ما هي علاقاتكم وما هي الاستراتيجية راكم تتعاملوا بها في التشاركية في العمل لأن هذا عمل تقوموا بها عمل مؤسساتي كبير معناها وبجهد كبير طبعا الشيخ طبعا هذا الشيء يعني هذا الشيء يعني كما يقولوا بالمعنى يعني مش سهل ومش هيد مش تتواصل مع إدارة لازم تكون عندك يعني قابلية ولازم تكون عندك وجهية ولازم يعني تلح ولازم معناها إصراحة وحتى الإدارة الشيخ راي عطتنا أذان صغية الشيخ الهيئات كبلدي ترقيبة مثلا كشاف دايرة معناها حتى كتجي حملة تحسيسية مثلا الأخت رمض الحبيبي معناها يعطينا الأوكية معناها مرأة لازم تكون ترافق لشي لشي الفريق الطبي وتكون في الجانب الصحي معناها احنا مشوفوا المستشفى معناها في أي جانب عدنا مرجع إلى المؤسف حذاتها كجانب مثلا تكوين المهني عدنا مثلا فرع في النساء في تزامنا بالفتح به ثمانية مارس عيد المرأة قمنا بنشاط معناها عيد المرأة مش احتفاله خلاص كانت نشاط فاعلي معناها المرأة حبينا نعطوها بصمة وذلك طبعا دائما مدير التكوين المهني شادو بالقاسمي بالتنسيق مع الكشافة فوج محفوظ قداش هبا عبد الكريم بريك معناها درنا اجتماع وكان نشتها معناها حوالي 43 متربصة وطلبة معناها فرع خياطة لتأهيل تأهيلي بمنطقة هبا حلو فرع معناها لأول مرة حلو فرع لأنه كان المركز تكوين تقول لك المرأة رو بعيدة عني ما نقدش وبالتالي سخروا لها المرأة حلونا فوج فرع هبا 43 متربصة ومن ثاني في هذا الاحتفال قمنا معناها عرضنا مش تقولي الشيخ الانتياج كان مرأة رفية بلغناها ودارتنا معرض انتاح للتسويق معناها اختنمنا الفرصة في عيد المرأة وموال المرأة على قل ما تكون عدها مدخيل جميل معناها كان عندكم حضور في ربما في الموعيد والذكريات يتعلق بالأياد الدينية والمناسبة الوطنية والسابات عيد المرأة وكل نشاط اعتقد يكون عندها معرض هكذا التحدي معناها دائما نعطو المرأة معناها جانب جانب للمداخل المرأة واني قلت لك بلدية رقيبة تهتم بالمرأة في ثمانية مرس كيف يش تحتفلوا به عن مش هو رقيبة اليوم العالمين المرأة اليوم العالمين مرأة معناها نقلت لك الشيخ معناها نقلت لك انديروا معرض يخص المرأة بالتسويق المرأة نديروا مصابقات تحفيزية لأحسن طبق حلويات لأحسن أكلة شعبية لأحسن فخار لأحسن عارضة معناها نقوله في الانتاج المحلي تمرون يعني أحسن ربما الاحتفاء يعكس نشاط السنوي لهذه معناها ودلنا معناها المرأة الريفية في المناطق الريفية معناها حضرت معانا وورتنا معناها في كيف التفاعلية ينتاحها كيفاش تدير في الحليب كيفاش تخرج في الحليب يعني ودهان يعني كما نقوله بالمعنى السوفي نقوله احنا بدهان كيفاش تتحصل للحليب ومنعكاس النشاط الثقافي وبالتالي مشاركتها مشاركة المرأة الريفية معناها حتى في احتفالاتنا في يعطاها معناها جانب كبير كذلك الشيخ نرحل إلى جانب أول صورة لنا الآن أعتقد ركزه كثير على المرأة الريفية أعتقد أن جل النشاط تاك ممكن يشتغل على المرأة الريفية المتواجهة في الأرياف ونحن نعرف رقيبة لها ربما مداشر وأرياف منتشرة طبعا الشيخ هذه أول جانب وعنصر يعني تحركنا منه هذا المحور لول وذلك لهذه كما قلت لك الأستاذة يعني وقت هذه اختصت الوزارة بالمناطق الريفية وهذه قصوص القروض المساغرة قرض المساغرة كانت عنصر المرأة مرأة ريفية وهي من مناطق الذل ماكثة بالبيت ماكثة بالبيت اختصت أنها واجهناه وكنا معها يد مساعدة كانت هي هزة قرض المساغرة وكانت توجهت للعنصر مهم وهذا واني وهذا واني اللي راه في المجتمع السوفي وبالمنطقة ترقيبة بغتص هي ذارت يعني المواشي يعني مربيت مواشي مربيت مواشي أغنام هي ذارت الأغنام وكانت هي اللي راه تخدم على الدار وتخدم على أولادها وتخدم عن كل شيء مدخول للأسرة كانت هي مدخول جميل وكانت نتواجه وكانت نتحدي يعني خصوصا أنه وكما قلنا يعني مكافحة كانت مرأة في البيت كانت عندها يعني المكان والبلاسة بالصح ما كيش لاجي الدعم كيش لاجي المادية هي هذا كانت جت الوزيرة وقتها وزيرة التضامن والقضايا الأسرة كثير كالثون جت وحد النهار وكانت يعني كانت لها محلية وكانت لها قابلية جت لرقيبة جت لرقيبة جت لمنطقة منطقة الخبنة وكانت هذه المرأة هذه مربية مواشد دارت الروبرتاج ودارت استدافتها شيخ كيفاش معناها إحنا قروض المصغرة طلبونا باش يدخلونا في البرنامج شاية الوزيرة أيها الخطرة لولاك كانت مشروع يجري تقريبا هذا عطانا الدافع باش نستمر حفيني عن مشروع الوزيرة هذا شدي أها معناها كيكلمون القروض المصغرة دارونا استدعام أنا تخوف كيفاش إحنا باش ندخلو كيفاش أعطونا معناها أعطونا الولايك تتام كي روحنا إحنا معناها قولونا مرأة اخترنا المرأة هذي وين في هبا في خبنة الخبنة وكانت مربية الأغنام وكانت مش مربية أغنام مخلص حتى أولادها أولادها معناها مرأة مكافحة كان مدخول تعال العائلة نتاحة وقالتنا مش مشكل ونستقبلكم وعادي وتصنع معناها بالدائرة وتعالنا بالولاية وكل شي ودخلونا في البرنامج جاحة ومن ثم كان حتى معرض معرض الأولى التقليدية معرض تقليدي بصفة عامة ومن ثم حتى الوزيرة معناها دارة بث مباشر من حاشا أكرمك الله معناها في الكوريت تاحهم داخل دارة بث مباشر مع الماشية مع تعل أغنام مع المرأة وزوجها وكيفاش معناها نقولوا معناها دي القرض مصغر وتولي مربية تقريبا 25 كبش والله هو يبدو أنكم فاعلين في كل المجالات وفي كل أنشطة المتواجدة في هذه روقعة البلدية أيضا هناك مشروع قام به رئيس جمهورية وقضية مناطق الذل أكيد لو عدكم برنامج في هذا الجانب كيف استطاعتم اشتدخلوا التنمية كيف سهمتوا أنتم كمنظمة وطنية للمرأة الجزائرية في اكتساح هذه الملاطق من التقللين الشيخ كان عندنا لقاء لقاء نسمعنا معناها المرأة وشريت عاني وخصوصا في الجانب الصحي نعم من أبسط حقوقها نقول من أبسط حقوقها اضطرنا رحنا في لقاء مع السيد وسيط الجمهورية بالقاسم صحرا علاش على طلب فتح الاجتماعي لأن بلدي ترقبة تعتبر تقريبا الثانية الثانية قوائيا في عدد كثافة السكان معناها ما عندناش مكتب للضمان الاجتماعي معناها تروح المرأة بصعوبات معناها المرأة مش كل عدم قابلية بشيخرجوا ممكن تعارك حيط ورا وجلها بشيخرج ولا خوها ولا ديكستيرا معناها وبالتالي تروح ماذا للضمان الاجتماعي في بعض الأحيان تلقى لها ريزو مكانش ريزو مكانش ريزو مكانش وبالتالي ترجع منها خوية معدى حد شيء أو تهبط معناها البلاد وزيد تنقل عن فوجين معناها معاناة المرأة وليتخفيف العانا روحنا له وكان عطانا أذان صغية وقالنا إن شاء الله بإذن الله أولو يعطينا معناها حتى مراسل مراسل بين بلد ترقابة مثلا وضمان اجتماعي مش كل معناها قادرين بالمداخل مش كل معناها متيسرين متيسرين ماديا المرأة حابين نخففوا عنها العناء انتاحة إن شاء الله في هذه النقطة بالذات معناها بأقسط حقوقها كي طالب حقوقها هذه النقطة شيخ النقطة الثانية أننا حابين معناها المرأة مع رجلها فلاحها تكون التسقي الحرض المعاناة الجهاد دكستيرا تحتاج إلى الدعم طبعا وحنا الحمد لله معناها درجة الوعي اللهم ليك الحمد حتى الناس كل سنة نمت فتحها وناس كل تحوس معناها يومنا في عهد الانترنت وعهد الفيسبوك وعهد أعتقد بالمشاه نفتح نعم وكذلك الشيخ نحن نقول معناها في الحملات التحسيسية معناها عدنا خرجات قلنا لولا خرجنا معناها مع الرمض الحبيبي طلب رئيس الضائرة مرافقة الفريق الطبي صحة للشفائية وكان مش نسهل معناها عن فريق الطبي دخول إلى المنازل اكتشاف المبكر معناها الرمض الحبيبي صحة وكتشفنا حالتين تقريبا والله هكذا الله أعلم في بلدية رقيبة ثانيا شاركنا مع حملة تحسيسية ضد المهلويسات والمخدرات من تنظيم هذا موضوع مهب جدا من تنظيم جمعية مبادرتكم طرف هي من تنظيم الجمعية للإعاقة الجزائرية لذوي الإعاقة وكذلك جمعية الأفاق الصحة وجمعية المركب الرياضي للهبي هبة وكذلك فوج محفوظ قداشب هبة معناها كانوا معناها كانوا مع بعضهم معناها وداروا دو ثمان سمانتين أصبعين معناها باللي رم ضد للشي هذا لنعيش في مجتمع نظيف محيط نظيف وكنا معهم تقريبا عندهم برنامج حتى في الساحات السكانية وكنا معهم إلا في المؤسسات التربوية دخلنا معهم وعطونا المجال باش ندخله في الجانب المرأة طبيعتي الحال الجانب التحسيسي توعوي توعوي فو الله ندخل معناها حتى بالشاركة مش ننشطو كمرأة معناها المرأة في أي مجال كذلك دخلنا في التلميذ معناها حاولنا حاولنا دخلنا للمؤسسات التعليمية خصوصا يعني الفئة المتوسطة والعنصر للحساس والثانوي هذا الشباب هذا اللي راه يعني كما نقول وما نقول متهوج ونقول لا واعي إنسان لا واعي يعني حاب أنه تتوصل له فكرة تتوصل له فكرة من إنسان متعلم أو إنسان يعني خبير لهذاك الشيء وتوصلنا وكانت يعني التعاونية من جمعيات من السلطات كله وكانت الحمد لله قابلية بالنسبة لهذا التلميذ كانت قابلية إنه كان إنسان دواجي وكان يتعلم وكان يصارح كان ي يعني تشاركم مع المدارس خسرين فيما يتعلق بالمهلوسات وعلاقتها بالأطفال عدتكم علاقة بهذه الأوساط المتوجد فيها الشباب للمشكلة الظاهرة يتعدد حتى بعض النساء عادوا يتناولوا هذه الحبوبة وهذا دواجكم يضعف أكثر في هذا الجانب وأنتم الجمعية الكفيلة الوحيدة القادرة تدخل البيوت وتتحدث على المرأة ومع الفتاة في هذا الجانب كيفية تعدوا وكيفية تتعدوا حتى مستقبلا بالندوات طبعا الشيخ عدنا اختصائية اختصائية نفسية تتبع للشي هذا ومعناها نقدر مثلا باريزون بل مش ندخل مؤسسة وتكون معداش الشي هذا ومعناها نضطر حتى في الديار مش بالضرورة مش نديروا حملة مش بالضرورة مش نديروا الإعلان مش بالضرورة مش نديروا إشهار لشيخ لأن مواضيع جد حساسة مش حساسة معناها نحاول مكللة بالحياء ما نحاول ما نخلوهاش عاليد سترة نقول نحن العمل هذا يطلب سرية كاملة حقا ومش بالضرورة أو حتى شيخ من بالنسبة لأعدنا معناها بعجة لاتحاد الوطن نساء جزائريات مكتب بلد الواد بالأنشيطة معظم تاحها ولكن كان أنشيطة مش بالضرورة صحيح بشنا شهر عدكم عدكم اتصالات سرية مع بعض عدنا اجتماعات مغلقة نقول فبلاسة واحدة وخلاص كعينة ولا حاجة نضطر ورافق معناها استشارة نفسية ولا هك نروح لأعين المكان وساعات نضطر حتى ابتصال مع المدين مباشرة كي لاحظ نقطة والأصنية نحن ماذا بينا توجيه يكون وخاصة سنويات المتوسطات وبعض الابتدائيات اللي ربما لينشوفيها الشباب من هذا النوع أكيد عدكم وراكم في شراكة مع البلدية ومع الدائرة ومع القطاعات الأخرى الحمد لله عطينا الشيخ كل الأذان الصغية معناها الحمد لله مساندين الشيخ وكذلك حتى مثلا حتى مش نروح نديروا مثلا نشاط نقول احناية أو نديروا اجتماع أو مثلا في نادي الشباب بلدي ترقاب مفدي زكريا كان مدير التاح محمد بن عبد الله كان يصخر لنا كل الأشياء معنا حتى ما كان مدير ممكن إش نهلنا على ذكركم للشباب خلنكلم مع أخونا شوية تحدثني عن الجانب الترفيهي ربما حتى هل جانب مهم جدا التنفيس نحن نعرف ديما المجتمع الذكوري هل سيطر على الجانب هذا هل فيه هناك ترفيه للنسوة في رقيبة مثلا في رحلات في خارجات في أنشطة هكذا نوع معناها لتخلي ربما الحياة أفضل متنفس لنا مجتمعنا مغلق وتقليدي معناه وكاتم على أنفاس المرأة والفتاة ونحن في مجتمع اليوم حتى الرسول سلم قال روحوا على أنفسكم ساعة حثيني في جانب هذلك مقايمين بالدور هذا ولا الشيخ هذه نقطة الحساس أني كنت جانب ترفيه ترفيه مش بالضروري خص يعني لازم تخرج البر حتى في الداخل لا الفكر اللي رأك موجود فيه يعني كان أشهرات كان يعني مواضيع يعني تخليك تنمي يعني عقلك وخيل تاعت مجرد تخرج مثلا من الدار تخرج مثلا تروح للجامع يقرأ الطفل يعني تحضر محاذرة يعني تنمية والبشرية ولا الأخر كذلك الطفلة يعني تروح تشوف يعني يعني مجال تعليم تقرأ يعني مش بالضرور لازم شجعها هكذا شجعها أكثر مثلا هاي عدنا مثلا مؤخرا أمس فقط حل جمعية نسوية معناها رحنا وشاركنا وفرحنا ومعناها زادتنا معناها حلة لأن نوع الجانب النسائي هذا دائم يقرب أكثر من الجمعيات النسوية معناها بشي كاملوا بعضنا والجانب الترفيه تقريبا نحنا ما نقولوش في رحلات لأن المرأة تعاني في الجوال بالنفسية ري جوالة بالبي تربية الأبناء الأعباء تحتاج إلى متنفس تحتاج إلى متنفس كيف تنفس عن المرأة هذه في هذا الجانب لابد يكون لعدكم برنامج بيداغوجي نفسي تنشيطي حتى نرفع عن هذه المرأة كانت مرأة مثلا نحن نحاول الجمعية نزيد ونوسعها ونكبرها معناها للمرأة المرأة كيفاش نحن نقولنا شيخ فيزوس المرأة المتحررة حزن الناس يفهم متحررة مش متمردة لا المتحررة المتفاعدة الواعية الواعية الانسان المثقفة الانسان معناها المتحررة من العقد في المحيط الخارجي الموان كان المرأة في المحيط الداخلي هذيك المرأة المتحررة خلاص يعني عدها طاقاتها عدها معناها كيف تتواصل مع المجتمع لدينا المرأة دائما في البيت المرأة في البيت ممكن تحتاج كما تقول أنت مش بالضرورة مش تشن جانب ترفيه تكون معاناة نعملوا أكثر المكتب لتخفيف معاناة المرأة سواء في جانب الطفل معناها لدينا دورات داخلية لأننا نساها مش بالضرورة مش تصورها مكل مش بالضرورة مش تشهرها مكل كينحواج إنسانية أصلا يغلبها طابعة للإنساني ونحترم أن يقول لك الشيخ معناها كنديروا نشاط ولا حاجة لا حتى تصوير مكلة مكلة نحوص المرأة في بلدية الجانب الرقيب الخصوصة بلدية الجانب الرقيب ومنقول لك بلدية الجانب الرقيب ومنقول لك مرأة سوفية ككل والجزائرية ككل معناها تخرج من القوقعة هذه مش خروجها إلى شارع نو ولكن اندماجها مع أسرتها وإذا تخلق روح معناها إلى أن يقول لك جانب الوعي نا نكثر جانب الوعي جميع جدا يعطيها الآذان الصغية يعطيها متابعة نفسيا لرشاد توجيه هذا يحدث متنفس لرشاد وتوجيه ومن يحولها ومن ينصحها ومن يبصرها ومن يقول لك نحن يزورها ومن يحسسها بذاتها جميل جدا عمل جديد تقوم به صحيح بحيث المرأة يعني مرأة سوفية وعنا نقدس المرأة السوفية والمرأة الجزائرية بصفة خاصة حتى الآن معدش عندنا صعوبة للأخ بش نقول لك معناه بش تقنع مرأة بش تتقري مرأة بتقيها أمية يا الشيخ الغريف ذلك أمية وتقول لك نحوس عن شهادة هذا وعي هذا وعي لا لأنه متحررة نقوله من قيود لحظة شيخ احنا وش نقوله معناه متحرط من قيود الجهل والظلام إلى جلود العلم والمعلم معناها بنفسها معناها عاد تتقود معناها نفسها معناها إراحة إلى نهوض المرأة معناها بنفسها هنه جني تعاوننا جميل جدا يا شيخ كين وحدة نقطة أخرى تضلي بش نقولك معناها حتى بالنسبة المناسبات معناها مش الرافق الحمد لله نحضره دائما الرافق البلدية نشاطات هذه المناسبات الوطنية الرافق ولا حضوركم دائما متواجد في كل المناسبات الرافق ومشاركة هو مثام الشيخ حتى مثلا لسانك جوي نعظمه عيد الاستقلال رحنا المجاهدين المجاهد الأول لحميد دحدي في بيته إذا يرى إلى بيته وودينا معنا فوج من البنات وكذلك مجموعة من الأعضاء المكتب معناها كان استقبال انتاعه وطرقنا إلى الحوار معه كيفاش التحق بثورة التحرير وشيلا نوع العذاب الذكوين ونوع العذاب اللي اضطر إلها وكذلك معاها بالنشيد الوطني كان معنا مع بعضنا ككل الروح الوطنية ورحنا معناها ماشينا على الأقدام على البنيات والأعلام الروح الوطنية وهذه فحد ذاتها تثقيف تقوم به من جانب الذاكرة والوطن كذلك نفس الشي رحنا للمجاهد الآخر ديدا محمد اللي اتعرض لشتى النواع العذاب العذاب وكانت العين تدمع معناها من كي كي يكلم فينا معناها المجاهد احنا وش نقول لك المجاهد معناها أراه شرف الأمة نعم شرف الأمة بل ذخرها معناها المجاهد عطيناها الواجب انتاعه جميل كذلك الشيخ نروح للمحطة الأخرى الاجتماعي احنا حتى في الدخول الاجتماعي نحضره عبر بعض حذرنا الشيخ اسماعيل قد دور اسماعيلنا بمداخلة كنا في وسط الصحة اسماعيلنا بالمداخلة وأكدت معناها أكدنا المكتب أكد عن ضرورة المتابعة النفسية والدعم النفسي للتلميذ اثناء الدخول المدرسي مش تحط تلميذك وخلاص لازماتك على الأقل على الأقل كل شهر مواعمى شهر شعرين مرافقة مرافقة واستشارة مجيش في أخر سنة خفف على المؤسسة وبالتالي نتائج ما تحمد أكبرها أراكم توعوا في الأولياء بدورهم ونشاطهم في مرافقة أبناء في المرافقة الأبناء المدرسة وكذلك الشيخ عدنا المدرسة ثانوية قمنا بزيارة ميدانية لسالة شكر وعرفان ثانوية سعد شعباني قايد شيخ قايد اسماعيل 5 أكتوبر عيد المعلم لسالة شكر للطاقم الطربوي ككل معناها النتائج الجد ومشرفة معناها تحصلت ثانوية ساسي شعباني بالسيد قايد اسماعيل الثالثة ولائيا سعد شعباني الثالثة ولائيا أراكم حتى التربية داخلين فيها نعم وإيعمال قايمين كمال لله عز وجل الشيخ ولكن الوقت يدهمنا نتحدث نقطة مهمة جدا هذه التجربة الكبيرة أراكم تخذوا فيها كمكتب بلدي للنساء الاتحاد الوطني للنساء الجزيريات بهذا التنوع وبهذه النشاط وبهذا الذكاء وبهذا الوعي من طرف الطاقم وانت على رأسهم كيفاش الآن تحددوا أجندة مستقبلية لترقية المرأة أكثر فأكثر الآن أصبحت عدكم تجربة وأصبحت عدكم رؤية وأعتقد أنكم حطيت وأصبعكم على كثير من نقات المهمة ذكرتوها أنتم في قضية الوعي في قضية بساعدة المرأة الريفية في قضية إدماج المرأة في العمل عن طريق أنشيطة عن طريق مؤسسات الدعم تحرقات نعم هذه كل تحرقات الآن استشرافكم المستقبلي للعمل الجمعوي وخاصة المرأة في حد ذاتها الأصبحت فاعل الآن في قضية التنشيط وفي قضية التوعية وفي قضية ترقية المرأة نفسها بنفسها في هذا الجانب نحن إن شاء الله نقول أهداف مستقبلية نأمل فيها إن شاء الله ونحن رأنا ما نش نقوله كاملين الكامل اللي عز وجل السماء الله عز وجل ومن هذا منبر معناها نفتح أبوابنا والاتحاد الوطني لنساء جزائريات مكتب بلدية ترقبة معناها رأنا مفتوحين لأي مساعدة لأي معلومة لأي توجيه أو حتى نقد بناء أو رسالة توجيه نقد بناء معناها من قريبا من بعيد ماذا بينا تكون المرأة عدها تدور فعال في المجتمع والنظر المستقبلية والأهداف المستقبلية هي النهوض بالمرأة إلى الرقي في شتى المجالات جميل جدا إن شاء الله ربي يوفق فيها إن شاء الله نبدأ بك أنت كلمة توجيهها لنساء رقيبة والمجتمع الرقيبي والمجتمع السوفي بصفة عامة ثم يكون شرف ختام الكلمة للأستاذ حيات فضلي نشكر كل فرض يعني كانت من المجتمع التاعي الخاص يعني فرض بلدية ترقيبة والله يعني يعني في الولاية أو ما غير يعني شخص يعني يعطيك بالإصغاء والسمع مش بضرورة يعاونك مهم يسمعني وهذا الشخص كي يسمعني يسمع أي فتاة أو أي مرأة يعني يقدر يوجهها يقدر يرشدها يقدر تقدر هي يعني هي تكون عندها تكون عندها هذه الطاقة يعني تنتجها وتكون هي هذه المرأة أو الفتاة أو مهما كان صيفتها يعني تكون ثمرة وتكون يعني عمل عمل خير منها تكون هي صلاح لهذاك المجتمع أو البلدية أو مختلف الأصناف يعني لازم مش تنهض بنفسها ولازم بيش تجاهد ولازم بيش تكافى وهذا وهذا دين ما طلب علي أستاذ حياة لك شرف الكلمة الأخيرة من هذا المنبر الإعلامي في مسك الختام أقدم رسالة شكر وتقدير وعرفان إليك سيد المحترم لإعطاءنا هذه الفرصة ولا أقول الفرصة بل الدعم التحفيزي إلى جانب المرأة ووقوفها المرأة السوفية بولاية الواد وبالأخص ببلدية رقبة بارك الله فيك وجزاك الله عننا خير كذلك يطيب لي أصالة عن نفسي وعن كافة أعضاء المكتب الوطني سائل جزائريات إلى أي واحد قد منه يد المساعدة مدير التكوين والتمهين ببلدية رقبة كذلك معتمد الأئمة بضائرة رقبة كذلك الدكتور علي قابوس ولكل واحد باسمه كذلك لا أنسى السلطات المحلية كذلك لا أنسى الأستاذ خولة عطية اللي كانت دائما مرافقة إلينا جنبا إلى جنب هذه الجمعية مجاهدة معنا فلكي منا ألف شكر وتحية وعرفان كذلك لا أنسى مدير مركب الرياضي كذلك مدير نادي الشباب وكل واحد باسمه ولا أنسى ولا أنسى ولا أنسى المرأة ببلدية الرقيبة لفتحة أبوابها وكذلك لا أنسى الأستاذ نجاد بالعروسي حتى دائما بحملاتها التحسيسية وبمحطاتها كذلك من هذا المنبر وشكر خاص لأستاذة نزهة كير الأمينة الولائية التي دائما تشجعنا ودائما هي العمودة الفقري لهذا الاتحاد الوطني للجزائريات كذلك أخوتي أخواتي المشاهدين أقول لكم كلمة باختصار شديد اسمحونا عن أي كلمة كانت معناها ما هيش في المستوى المطلوب ولكن بنداء أقول لكم المرأة هي الأم هي الأخت هي الجدة هي هذا العالم ككل اليد في اليد إن شاء الله والنهوض بالمرأة إلى الرقي مهما اختلفنا ومهما طاربت أفكارنا ولكن هدفنا واحد هي المرأة السوفية أشكركم جزيلا شكر على ما قدمتمه من توضيحات ومن أنشطة حقيقة مكتب بهذا الحجم في بلدية من بلدياتنا العزيزة علينا يقدم الكثير من العمل للحق أطلب من كل السلطات ومن كل الهيئات على المسألة البلدية على المسؤول الولاية الالتفاف حول مشروعكم وحول أنشطتكم وحول أهدافكم حقيقة بمثل هذه الجمعيات نرتقي وبمثل هذه الجمعيات نقدم الإضافة وبمثل هذه الجمعيات وهذه الأنشطة التي أنتم على رأس هذا النشاط الكثيف ونشاط التعدل بلدية حقيقة وأكبر من حجم البلدية وربما هذا رجع للإرادة المتوفرة لديك يا حيات ويا خولة أشكركم كما لا أنسى كل الطاقم الإعلامي بقناة التحرير لهذه الاستضافة طيبة بارك الله فيك إن شاء الله تكون هادفة بإذن الله أشكركم جزيلا كما أشكر الذين يتتبعون على الصفحة الذين أبدوا شكرهم ومتابعاتهم واهتمامهم بهذه المنظمة عن سوا بلدية رجيبة تحياتي إلى كل سكان رجيبة وإلى كل سكان ولاياتنا أشكركم جزيلا أستمتعنا بالوقت وأشكر على العرض التقنية فتح شيب هذا أحمد ديدي يحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة إلى her ترجمة نانسي قنقر